بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم عزيزي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل اليوم حبيت أسوي لكم الشكر لما على طريقتي أتمنى أن أرضاكم وعجبكم خلينا نبدأ بالمكونات أحتاج إلى كوبة من الطحين منخول وجاهز أحتاج إلى كوبة من السكر البودر تقدرون تستبدلوا بالسكر العادي طبعا يكون هذا الشكل هو السكر البودر أحتاج إلى 200 غرام من الزبدة وتكون ذايبة بدرجة حرارة الغرفة يعني ما ذوبها على النار كل علبة تقريبا 100 غرام وزنها يعني 200 غرام وأحتاج إلى ملعقة أكل فانيلا بالإضافة إلى رشة من المليح بسيطة بالإضافة إلى بيضة وحدة وهي البيضة راح يروح طعم هوية الفانيلا فما راح تحسون بطعم البيض أحتاج إلى قموع للتشكيل خلينا نبدأ بطريقة العمل أحتاج إلى جهاز كهربائي المتوفر عدكم راح أخلي قالبين زبد هذا القالب الثاني راح أخلي هناك كوبة من السكر البودر تقدرون تستبدلوا بالسكر العادي راح أغلق الماكنة وشغلة على سرعة رقم 3 وخلينا نخلط لمدة 3 دقائق إلى أن تشكل وتصبح عجينة هنا أطفقت الماكنة وفتحتها لأن أريد أختبر العجينة هي صير عجينة كريمية راح أخليها السبيضة ورح أخلي ملعقة أكل فانيلا ورح أرجع أخلطهم وشكلهم من جديد بالخلاص لمدة 3 دقائق أو دقيقتين راح أطفق الماكنة وأفتحها لأن تقريبا صالها دقيقتين تنخلطويا البيض والفانيلا صار هذا قوامها بهذا الشكل راح أضيف لهم الطحين هسا بالتدريج هنا بديت أضيف الطحين أريدهم أيضا ينخلطون لمدة دقيقتين أو 3 دقائق حتى تصير عجينة كريمية متماسكة أقدر أشكلها سواء بقمع التزين أو بغير شي هذا هو شكل العجين يكون عجين كريمي هذا شكله مثل ما أنتوا شايفين راح أخليه هسا بقمع التشكيل حتى أشكله هنا بديت أشكل بيهم بقمع التشكيل طبعا هي الأشكال الرسمية للشكل لما هي وقرص دائري بس أنا أحب يصرون أقراص دائرية صغيرة وخفيفة أضوج منها تكون كبيرة ومتينة فذلك يعني تقصدت أسويها بهذا القمع حتى بعدين هي أثناء الحرارة راح تعرض وصير قرص خفيف وصغير يعني مثل ما يقول المثل قضمة وحدة يعني يعني هيش مجرد تكون بحجم الإيد ما تكون كبيرة جدا ومزعجة يعني بحيث واحد يأكل منها وبعتها كبيرة ما تخلص وهيش الشكل أرتب من تكون صغيرة بالتقديم وحتى تكون خفيفة وكريسبي هنا راح أكمل تزين الصواني كلها تكميلها طبعا أنا حميت الفرن درجة حرارة 180 ورح أخليها بالرف في الوساط لمدة 10 دقائق مو أكثر هذا هو أعزائي الشكل النهائي للشكل الرمى شوفوه شون عرض وصار مثل القرص وتساوي وتقدرون أي تشكيل يعني كبير تسووا وأمتن راجع رغبتكم وذوقكم حلو يتقدم بالعيد وهذا هو الشكلة كريسبي ومقرمش أشوفكم على خير وسلامة صحتين وألف عافية أشكر كل متابعيني لأعزائي على الفيس وتويتر والإنستجرام والجوجل بلاس وبالمنتدى متمنئ لهم حياة سعيدة وكذلك سويتت للصواني خليت بيها ما قسم الله لمدة 3 أيام من شهر ذا الحج المبارك نعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية وتوزعونها القاسم الله على الأطفال يمكن الله يدفع عنكم البلال لأنها تعتبر صدقة جارية وشكرا لمروركم